بعدما عشنا سوياً الأجواء الحماسية يوم أمس في عقابي الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين دون أرد وأيضاً احتفالات اللاعبين مع الجماهير التي كانت حاضرة هناك في الدوحة القطرية عادت المجموعة المغربية اليوم بقيادة الناخب وليد الرقراج إلى أجواء الجد بإجراء أول حصة تدريبية استعدادية لملاقات كندا في ختام دور المجموعات يوم الخميس المقبلة النخبة المغربية إذن خاضت هذه الحصة التدريبية في ملعب الدحيل وذلك بحضور كافة الأسماء بما فيها الحارس يسين بونو الذي غادر الملعب قبل صافرة بداية مباراة المغرب وبلجيكا وحل مكانه منير المحمدي بونو إذن السعادة عافيته وبت جاهزاً للمشاركة في مباراة كندا الأخيرة كما عرفت الحصة مشاركة الثنائي أشرف حكيمي ونصير مزر ويلا ذيني عنيا يوم أمس من تبعات الإصابة التي لحقت بهم في مباراة كرواتيا الافتتاحية كيفما كان الحال المنتخب المغربي سواصل تحضيراته يوم غد وعلى أن تخطط معاشية يوم الأربعة عن طريقة تدبير هذه الأيام أيام التي تسبق المباراة الحاسمة للمنتخب المغربي ضد كندا وكيف يجب الوليد الرقراجي تحضير المجموعة نستمع في هذا الإطار للمدرب المغربي مراد فلاح وليد الرقراجي والطاقم المنتخب الوطني سيشتغل أكثر من الناحية الدينية لكي لا يفقيد اللاعبين تركيز أو لا يكون هناك غرور تلك أظن أن العام الديني سيكون عنصر مهم وحاسم في هذه المقابلة عما من الناحية الفنية أظن أن المنتخب المغربي له كل مقاومات للانتصار وأخذ ثلاث نقاط من المقابلة المقبلة شرط الاندباط التكتيكي وكذلك الحضور الدهني والتركيز العالي بالنسبة للمدرب سيكون هناك عدم المجزفة ولكن مجارك مقابلة بداية المقابلة سيكون الوضع مختلف أظن أنه سيكون هناك حيط وحدر من المنتخب الكندي وبالتالي مع مرور الوقت سيتم تدبير المقابلة بشكل جيد والبحث على تسجيل هدف الانتصار اللاعب بشكل متحفظ طيلة اللقاء سيكون انتحار بالنسبة للمنتخب المغربي مراد فلاح الإطار المغربي تحدث إذن عن مباراة كندا مباراة كندا لتذكير ستجر يوم الخميس بداية من الساعة الرابعة عسرا ونذكر بأن الأسود يحتلون إذن الصف الثاني مناصفة مع كرواتيا المتصدرة بفارق الهدف لكن برسيد أربع نقاط لكل المنتخبين ويكفي المنتخب المغربي التعادل أمام كندا